السلام في واحد هنا يوم ضربوا لدعمي فأبي أخذ حقيقي بيد ماذا يخضروا لدعمك؟ ايه؟ اني على الهواء هوا ما هوا أنا ما لدخل كني رأيتكم منك ماذا يدعمك؟ لدعمي اسمه خالد في أحد شباب ما عليش من خالد؟ خالد عباس اسمي خالد عبدالله عباس لا ايش السابق؟ لا لا خالد مدوم ماليش اني على الهواء؟ بكرت تتفهم مع بوهاجة؟ ماليش اذا انت ما تعرف بطرة وضعنا اضبطها ما عليش عيني على الهواء؟ ما عليش الماليش ماليش ايش في؟ طيب ماليش السالفة؟ ايش فيه؟ مالي زربك؟ اصبروا يا شباب اصبر اصبر غدا عصـQué ماليش السالفة؟ تسأل بالنبي واحد جاء وضرب للمشرفين من اللي يضرب خالد من ضربك؟ أول شي سؤال من هذا ولد عمه؟ ولد عمه طي ما عليش؟ في مشكلة ثاني مرة ترجع للمشرفين تعال عندي تعال عندي المشرفين انت راح دقيت عليه؟ ليش تتصل عليه؟ تصل عليكم؟ ولد عمه لازم اجي في زالح لا لا مو حتى ولد عمك بس حنا الان في برنامج طي ما عليش؟ واحد يغلط عليه أنا جاء في أفربا خالد، الحين حظنا لا بس اسمع، ليش ما اتعرفت عن اسمك؟ إذا حنا على الهواء خلاص بحل مشكلة على الهواء فالآن صارت مشكلة، إذا صارت مشكلة يا خالد ما تروح تتسعى ولد عمك الآن حنا في مدرسة وفي برنامج يعني من يضربك هو شي؟ من يضربك؟ حتى لو ضربك تروح تحلنا عندنا، ما تتسعى ولد عمك وأنت جاي فازعب تبضارب على طول حلوة دي هي، يضرب لد عمه لجيف لا لا مات يجي حنا على الهواء، طيب روح تفهم منك مع أبو هاجر حنا شي مشكلة؟ الحين يطرع لي وأضربه لا، 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 لا إذا تقدر تأخذ حق دي الخين، نشيت معلش يا، أنا بزع منك يا خالد وبزع منك يا أخوي فيصل معلش والله، أنا أخذ حقي حنا الآن عن الهواء وقدام الحبايب الأولاد أي حنا خالد، في مشكلة مع واحد صح؟ أسمعني يا أخوي فيصل إسمعني يا أخوي فيصل إنت يتصل عليك ولا أدعمك يتصل عليك ولا أدعمك تجي على طول كده بالدرعم تضارب يخي فهم السالف؟ أي فهم المشكلة؟ أرجع المشرف؟ قال يجاني واحد وضربه، تعالي يا أدعمي وفزع لي، وانت تصل علي أدعمك وانت تصل علي أدعمك وانت عمي لازم السالف؟ أنا بصراحة بنقول السالفة للشباب هنا معلش، حنا على الهواء وخلانا واقعين عادي جماعة الخير، شباب انتوا حلوا المشكلة آن، هذا الآن خالد ما دري تضارب مع واحد منكم واتصل على ولد عمي، وجاء ولد عمي بيتضارب هل هذي سواه صح ولا لا؟ حنا على الهواء الحين وش يصير؟ يعلمنا حنا ما تتصل على ولد عمك يجي الضارب في وسط المدرسة؟ لا، أنا يشوف صراحة المشرفين ما يسون شيء أنا آهد يأخذ حق ولد عمي، أزره خالد، انت هم صارت المشكلة جيت عندنا؟ لا ارفع صوتك؟ لا طيب، وش شو لتتتصل على ولد عمك؟ قردام ذات الشعب حنا مو في غابة كل واحد يتصل على ولد عمه ولد خالته، ومضاربات محترامي أخوي فيصل اللي سويتها انت غلط، وخالد اللي سواه غلط جاي دخلها كده في برنامج عندنا تنظيم، عندنا مشرف عندنا، صارت لك مشكلة في المدرسة ترجع للمرشد الطلابي، ترجع للوكيل ترجع للمدير، ما حلها رجعت البيت، تبلغ أهلك في المشكلة والأهل اللي تواصلوا مع الإدارة، صح ولا لا؟ هذا عمي لازم اجي بزعلة تجي تفزعلة تمسك واحد صغير بتضربها الحين، صح؟ طيب يتعور هو بيروحي نادي أبو ولادي أخول كبير أخول كبير بيجي بيضربك تتعور انت، تروح تنادي انت واحد أكبر ثاني صح ولا لا؟ طيب؟ توصل المشكلة إلى ويل؟ ما حكمه، ما عندي مشكلة ما رأيكم يا شباب، حنا على هو الحين أخرنا الصلاة بسبب دخلت أخونا في الله هذا الان ولا أدعم الرجال صح ولا غلط؟ واحد يفهم الشالفة، أنا ترى ما بفهمها ما رأيكم نلقف هذا؟ حنا على هو الآن، أنا أعتذر منك والله أخوي فيصل اللي سويتها؟ هادي جريمة، شوف والله كلامك حلو، هادي جريمة طيب بيت الحين دخلت حقا الحين دخلت حقا ولا أنا دخلت حقي بيت ما رأيكم يا شباب الحين؟ مش رفين؟ بعد الصلاة تفاهم؟ بعد الصلاة نحل المشكلة حنا عندنا وقت صلاة بعدين في إدارة وفي تنظيم وكل المشاكل حنا بنحلها بطريقة إن شاء الله طيب بس إدعمه إذاك علي طبيعي بدي وبضربه لا لا ما فيه ما في المسألة ضربه غريب صلاح يا بصلاح يا شباب طيب طيب عشان نحل المشكلة اللي سووه فيصل ولد عمه خالد صح ولا غلط؟ لا ما مبرعي فزعات ما فزعات بتصل عليه الرجال جاي مادرش جايب معاه بعد الله يسترس كاكين ولا شي يعني يمكن واحد يجيب معه سكين أو عصى ويطق الثاني تكبر السالفة وتكبر صح لا لا؟ طيب متفقين معاين وغلط؟ طيب نسمع تحية قوية الفيصل حنيشي الممثل معنا تحية قوية لعبنا عليكم كده موقف وسوينا هالموقف وهذا مو بحقيقة ومثل معنا خالد الله يطيل عافية بس عشان نمريكم بعض الأشياء اللي تصير زي كده ما تصير هاد في المدارس؟ علموني تصير في المدارس ولا لا؟ فيصل هادي تصير في المدارس ولا لا؟ تضارف معا حنا صدق لا؟ فيصل جاي اليوم بس عشان ينبهنا ينبهنا بشي مهم جداً فيصل هادي ما تصير في المدارس دايما؟ كتير؟ الفزعة والادعمة قبيلتي مدري هاي؟ وش رايكم فيها اللي صار؟ عطوني موقف الان وش رايكم؟ صح اللي تصير هاد ولا لا؟ وفيصل تو طبق بس مشهد بسيط لبعض الأشياء اللي تصير في المدارس وفي الحواري مضاربات والرسول وصانا وقال ايش لا تغضب لا تغضب لا تغضب وش رسالتك افيصل للشباب؟ انا اقول زي كده تصير كتير نسمعي شبابات بمدارس بالنوات الصيفية بمدريس بمعنى كنت ممكان فيه مشرفين فيه وكلة فيه مدرة فيه يعني ناس لها داخل بالموضوع تروح تعلمهم بدان ما تروح تجي فزعات وتكبروا مشكلة تصير عليك الغلاطان طح تعلم وهو تنحل مشتكلة تفوذو متس مشكلة